من أمام مستوطنة بيت إيل ينضم إلينا مراسلنا ضياء حشية ضياء أطلعنا على تفاصيل أكثر نعم يعني 650 وحدة استيطانية جديدة عوضا عن 296 وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها في هذه المنطقة عند مستوطنة بيت إيل هنا عن حي استيطاني بالكامل سيتم إضافته بمعنى أن الكثافة السكانية ستزداد إلى ما يقارب 65% في هذه المنطقة عدد السكان هنا وصل إلى حسب آخر حصيات يعني صدرت عن جهات إسرائيلية وصل إلى 6500 مستوطن يسكنون هذه المستوطنة مستوطنة بيت إيل إضافة إلى ذلك يعني هذا البناء الجديد يأتي عوضا عن ما تم هدمه نلاحظ ربما في الصورة بعض المباني مبنيين على وجه التحديد تم هدمهما في عام 2012 بزعم أنهما أقيم بصورة غير قانونية لذلك هذه الوعودات التي أطلقها نتنياهو حينها في عام 2012 بدأت فعليا بالترجمة بمعنى أن نتنياهو أوفى بوعده للمستوطنين لكن أيضا اللافت بأن هذا اليوم سيتم لربما من المقرر أن تصادق الإدارة المدنية وأتابع لإسرائيل على بناء ألفي وحدة استيطانية ألف منها وحدة استيطانية جديدة بشكل كامل هذه الوحدات الاستيطانية ستكون في مستوطنة آدم التي قتل فيها أحد المستوطنين الشهر الماضي طعنا بيئة سكين إضافة إلى مستوطنات أخرى ستتوزع على الشكل التالي 200 وحدة استيطانية في مستوطنة معالي فرايم و30 مستوطنة في عطنائل جنوب الخليل إضافة إلى مستوطنات ألفين من الشيوبيت أريئي بواقع مئات الوحدات الاستيطانية أيضا كل هذا يأتي بمصادقة الإدارة المدنية ومصادقة الحكومة الإسرائيلية التي أقرت كافة هذه المشاريع الاستيطانية الوزارة الخارجية الفلسطينية أدانت ذلك وقالت بأن هذه الحكومة هي حكومة مستوطنين حكومة تشرع الاستيطان وهي حكومة مستوطنين بامتياز هناك ربما حالة من الصخط لدى الأوساط السياسية الفلسطينية على بناء الوحدات الاستيطانية لكن نتحدث عن أن هناك اتفاق بين هيئة التنظيم والبناء أو وزارة الإسكان الإسرائيلية وبين بلدية الاحتلال على بناء ما يقارب 20 ألف وحدة استيطانية قادمة ومصادرة مئات آلاف الدنومات لصالح مشاريع استيطانية إن كان فتح طرق كما سيحدث في مدينة القدس أو غيرها من البناء الاستيطاني الممتد من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها إلى وسطها إلى منطقة الشرقية القدس بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية تزيد وتضاعف من أعداد الوحدات الاستيطانية نتحدث لربما هنا منذ عام 1990 بلغ عدد المستوطنين ما يقارب 240 ألف مستوطن لكن هذا اليوم في عام 2018 وصل عدد المستوطنين لما يقارب وما يزيد عن 800 ألف مستوطن يتوزعون في غالبية المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وحتى في مدينة القدس المحتلة نعم شكرا إليك مرسلنا دياحوشية من أمام مستوطنة بيت إيل ترجمة نانسي قنقر